هي بالآخر لح تكون نتيجة يعني من التواقعات والماردلين يلي بين عمل في عنديك فاجوة بدك نزليها تعملي واحد اثنين ثلاثة اربعة لح يبقى مبلغ بالآخر ما في حدا يسكره بده يتعصم خاصة بدك عارفين انه في مبلغ ما بيتسكر ما حدا بيادر يدفع احسن شي فيك تعملي انك تعطي للمودع طريقة على المدة الطويلة على القليلة يسترجع جزء من مصرياته بلا ما تحطي تداعيات على المجتمع شو عم نحكي اسهم بالمصارف هاي ده البيل ان يلا فيه بتعملي بيل ان وينك مضرورة تعملي بيل ان لتمحي مية بالمية من رسمان البنوكي لو بتعملي جزء بيل ان واصحاب المصارف بيرجعوا مصارف بيعيدوا رسمانات المصارف انا شي يكون في عادالة فيها بس مع البيل ان كمان في عندك جزء ما بتكفي البيل ان ما بتكفي حتى سو بتعمل بس بس اخر نقطة انا بالنسبة لي وهيدا هون بعتقد يعني هو السؤال الكتير حساس انه شو بتعملي بالباقي شو دور الدولة بهيدا الموضوع يلي بيقلك انه الدولة اذا استعملت وصولة او تحملت جزء كبير من الاخسارة قالنا هذا ما بيستكل العجز بس الدولة بدها تسكر جزء منه او على القليلة بدها تعطي امل لهيدا الموضوعين يلي عم يتأثروا بعد ما تسكر قد ما فيك من الفجوة الطريقة الوحيدة لفيك التعاملية بلا ما تأذي المجتمع هي انك تربطيها بنمو الاقتصاد اذا الاقتصاد بيرجع بيكبر وبيصير كل الواحد عنده انسنتف يحط ضغط على الدولة انه يكبر الاقتصاد من هيدا الارباح يلي بتيجي من انه الاقتصاد عم يرجع فينا نستعمل جزء منه لحتى نساكل الاخسارات القديمة اشتركوا في القناة